موسيقى 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 يا مساء الكل النهاردة حلقة جديدة ويوم جديد عالم المكملات الغذائية فيه ستات كتيرة بتتفرج علينا دلوقتي بتتسأل نفسها كده هو انا اكل كويس ولا ااخد مكمل غذائي احسن ولا لو انا بخس وبنزل في الوزن اعوض الفيتامينات اللي نزلت معايا في الوزن ومع الدهون اعوضها بمكملات غذائية ولا احاول اتغذى تغذية سليمة واعوض الفيتامينات دي حقيقة عالم المكملات الغذائية عالم واسع وكبير وبنسمع حكاوي كتير وندخل على السوشيال ميديا نلاقي ناس بتتكلم وناس الحقيقة غير متخصصين اطلاقا ان هم يدوا اي نصايح او اي يعني خطوات نمشي عليها في الموضوع ده بالزيد فاحنا فقرتي دي معانا دكتورنا المتخصص معانا القامة والقيمة العلمية المتميزة جدا دكتور باهر السعيد اللي منوارنا النهاردة الدكتور الصيدالي ازايك يا دكتور اخبارك ايه طبعا احنا دايما بنستفيد منك يعني بتزودنا الحقيقة بالمعلومات في كل المجالات يعني ما خليني اقول ما فيش مجال فعلا يا دكتور اللي لو انت بتفيدنا فيه بمعلوماتك على كل مواقع التواصل الاجتماعي فاسمحي بقى ان احنا حديث معانا النهاردة كده ننتهز بقى فرصة عالم المكملات الغذائية لان بنسمع كتير قوي يا دكتور وناس كتيرة الحقيقة غير متخصصة بيتكلموا في النقطة دي يقولك لا انت لازم تمشي على فيتامين طول حياتك الاطفال يمشوا على فيتامينات طول حياتك الناس اللي بتخس لازم تمشي على فيتامينات فكلمنا اكتر في النقطة دي يا دكتور هو طبعا يعني احنا لو بنتغزى غزى صحي بناكل الخضار وفاكهة وبنبعد عن الجنك فودز والحاجات المضرة والاكل الغير صحي مش هنحتاج اكيد يعني ايه لو احنا صورة الدم بتاعتنا كويسة التحليل بتاعتنا كويسة خلاص هناخد ليه اللي المفروض يمشي على مكملات غذائية اللي فيه داعي لحاجة زي كده يعني حد عامل مثلا تكمين معدى عامل تحويل مصار حد مثلا عامل دايت قاسي شوية محتاج فيتامينات تعوض وماشي انما لو اكله صحي مفيش اي مشكلة خالص بيتناول الخضار والفاكهة وال احماض الدهنية بياخدها من السمك والاوميجاسري والحاجات الطبعية والبكسرات وكلام دا خلاص مش محتاج اكيد يعني بس برضو لو بنعمل تحليل دورية ولقينا فيه مشكلة نقص حديد هناخد حديد نقص فيتامين دالي هناخد فيتامين دالي وهكذا بمناسبة التحليل بقى يا دكتور ايه التحليل المهمة للسيدات بعد سن التلاتين ان احنا لازم اي ستة بتتفرج علينا دلوقتي بعد سن التلاتين تنصحها تعمل تحليل ايه؟ هو طبعا معظم السيدات عشان الفاقد الشهري من الدم شهريا عشان العادة الشهرية معظم السيدات بيبقوا عندهم مشكلة في نسبة الحديد وحتى مخزون الحديد فرقم واحد كل فترة لازم تحلل صورة دم ومخزون حديد مخزون الحديد بالذات لما بينقص كمان بيبقى سبب رئيسي في تساقط الشعر سبب رئيسي في عدم التركيز وكمان بتلاقي جسمها همدان دايما مفيش طاقة حتى بشرتها مبقاش فيها نضارة مفيش فيها دموية زي ما بنقول فلازم تحاول تشوف دايما صورة الدم بتاعتها ومخزون الحديد ده رقم واحد طبعا فيتامين دال لان معظم السيدات ما بتشوفش الشمس خالص فلازم كل فترة برضو تتطمن على نسبة فيتامين دال اكيد بعد سن التلاتين بنحاول دايما نعمل حتى لو كل ست شهور تحليل كوليسترول ودهون ثلاثية اللي هو الليبت بروفيل اللي لازم نتطمن عليه ده بيتامل وإحنا صايمين اه لازم نتطمن عليه طبعا صيام اكيد منتصيمة وكمان انزيمات الكبد ولكده لو مرة كل سنة لازم نتطمن عليها برضو كمان بالنسبة للسيدات المسحة بتاع عنق الرحم ده مهمة جدا عشان الوقاية من الاورام والحاجات وبرضو كمان فحص السادي ده حاجة هامة جدا حتى المبادرات اللي وزارة الصحة بتعملها اكيد بيبقالها دخل كبير او بيبقالها مردود طيب في الموضوع ده بس برضو لازم تتطمني على السادي كون ده قد ايه تقريبا يا دكتور يعني احنا بنقول كل سنة حتى على اقل وقفوه ست شهور بس احنا يعني عشان الكسر على اقل يعني على اقل سنة المهم من التطمن حتى بعد السن بعد السن ده وبرضو على فكرة موضوع الكوليسترول والدون السلاسية فيه مؤظمنا بيتجاهل ان احنا نعمل التحاليل بتاعته بانه سبب رئيسي للاصابة بامرات ضغط الدم الاصابة بمشاكل كبيرة جدا فيه ناس كتير بتقعد طوله امرها ما بتعملش التحاليل دي وفي الاخر تفاجأ بامراض مشاكل كبيرة جدا هتممكن تتلحق من البداية لو اتعملت تحليل وزبطنا نسبة الكوليسترول في الدم بالضبط تسلق شرايين مشاكل في الاوعية مشاكل جلطات كل ده ممكن الوقاية منه لو عملنا تحاليل صورة الدم تحليل كوليسترول والدهون السلسية وانزمات الكبد والكلا نطمن عليها وبرضو تحليل البول مهم جدا عشان لو فيه اي صديد اي مشاكل في الجهاز المولي طب يا دكتور بالنسبة للمولتي فيتامين فيه ناس كتير قوي مننا تقولك اخد مولتي فيتامين ارسي فيه فيتامينات كتير ولا اخد كل فيتامين لوحده يعني اخد ارس حديد او كابسولة حديد او كابسولة زينك كابسولة فيتامين دي فالافضل ايه؟ والله برضو احنا بنقول على حسب تحليلها برضو او التحليل بتاع الشخص ده هل مثلا لو عندها نقص في الحديد المكمل الغذائي اللي هو مولتي فيتامينز ده ده بيبقى نسبة الحديد فيه مش كبيرة يعني بتبقى يعني بتلاقي مثلا المولتي فيتامينز ده فيه حوالي 27 او 30 ايتم ايه ال30 دولا كلهم بيناسبوا لاحتياج اليومي بتاعك بس يعني جرعات وقائية فقط مش علاجية يعني مش معقولة تكون عندك نقص فيتامين دال وتعتمدي على مكمل غذائي مولتي فيتامينز بتلاقي نسبة فيتامين دال فيه 200 او 400 واحدة دولية طبعا ده مش علاجي تمفروض لو عندك نقص فيتامين دال بتاخدي 10 تلاف بتاخدي 5 تلاف على حسب التحليل بتاعك فاللي موجود في المولتي فيتامينز ده ما بيزيدش عن ربعمية ربعمية واحدة دولية فده مش مش كافي طبعا فمش حاجة علاجية لو عندك مشاكل في التحليل برضو نسبة الحديد ما هتبقاش عالية برضو كمان المولتي فيتامينز نسبة الكالسين مش عالية برضو انما لو انت تمام ما عندك اي مشكلة خالص تحليلك تمام وكل الحكاية انك عايزة حاجة يعني تاخديها بشكل يومي كحاجة بتعوض اي حاجة نقص عندك المولتي فيتامينز المولتي فيتامينز الشامل بس يبقى حاجة كلييتد اللي هو يبقى انتصاصها عالي جدا وفي نفس الوقت كمان تبقى عليها الكسوة الحبية نفسها عليها الكسوة الكسوة المعدية اللي هي بتحمي الجدار المعدة بتبقى كوتد الحبية نفسها بتبقى كوتد مغطاة كده بغلاف معين بحيث ان هي ما تقزيش المعدة دايما تختاره الانواع دي وبرضو كمان حاجة تكون الكواليت بتاعتها عليها وخلاص ايا كان النوع يعني طيب نيلي بقى النقطة مهمة قوي يا دكتور السيدات اللي بتعاني من تساقط الشعر ايه اهم الفيتامينات اللي المفروض ان هي تقودها علشان نقدر نعالج تساقط الشعر وهل معلش بقى سؤال تاني انا مستغل لهاك النهاردة يا دكتور هل فيه اكلات معينة نقدر برضو نحن ناكلها علشان تحسن من صحة الشعر برضو يا دكتور طبعا هي اهم حاجة في تساقط الشعر نشوف السبب برضو الاول يعني لو عندها انامية لازم الانامية تتعالج نقص فيتامين دال لازم فيتامين دال يتعالج لو دول تمام فيه بقى اسباب نفسية لتساقط الشعر التوتر والقلق والتوتر والقلق والكلام ده ده اكيد ليه سبب رئيسي من اسباب تساقط الشعر انما الفيتامينات او المعادن اللي هي بتترجط الشعر بشكل مباشر وتبقى مهمة جدا للشعر غير الحديد وغير فيتامين دال خلاص احنا متأكدين ان تمام ما فيش مشكلة فيهم يعني لو في مشكلة لازم هناخد حديد وفيتامين دال طيب اللي حاجات التانية اكيد المعادن الزينك مهم جدا النحاس مهم جدا جدا فيه كمان البيوتين البيوتين من اهم الحاجات اللي بتساعد على تطويل الشعر حاجة هامة جدا البيوتين برضو كمان الحمض الفلك حتى دلوقتي بدأ يبقى فيه منتجات يبقى فيها حاجات موضعية اسبريهات للشعر بتلاقي من ضمن تركبتها حمض الفلك بنسبة عالية عشان تطويل الشعر صحيح فالفلك حمض الفلك هام جدا جدا ليه تجديد الخلايا والانقسام الخلوي عشان يطلع الشعر او يطول برضو كمان على فكرة المادة الخام لبناء الشعر الكولوجين الكولوجين مش للبشرة بس برضو مهم جدا للشعر الكولوجين والهيليرونيك اسد دول مهمين برضو لتطويل الشعر الاكل الصحي بصفة عامة اكيد هام برضو لموضوع الشعر بصفة عامة انت حديث بتقولي ايه اهم الاكلات الاكلات اللي فيها الكلام ده اللي فيها الحاجات دي بالزيادة يعني احنا برضو محتاجين اوميجا سريفة الاهتمام بالاسماك الزيتية التونة الاسماك الزيتية مهمة جدا لتطويل الشعر ممكن البيض واللحوم مهمة جدا سفار البيض حاجة هامة جدا برضو كمان الاكل الصحي اللي هو الخضار الخضرة الداكنة كلها برضو معادن وفيتامينات مهمة جدا للشعر فالمكسرات برضو كحاجة من ضمن الحاجات اللي بتدينا برضو زيوتو الاميجا وفيها فيتامين اي وفيها المضادات الاكسادة المهمة جدا البروكلي مليان مضادات اكسادة كمان الموز التفاح الفاكهة اللي كلها مضادات اكسادة اكيد الشعر محتاج الكلام ده كله بس لو فيه تساقط شديد نهتم بقى وقتها لازم هناخد مكمل غذائي يكون فيه العناصر دي طب نيجي نتكلم بقى يا دكتور على نقص فيتامين دال دلوقتي اي حاجة او اي مشكلة بتحصل لنا اي حد بيوصف اي حاجة يقولك انت عندك نقص فيتامين دال وهم لا بيبقوا عمل وتحليل ولا بيبقوا عارفين ما تكتب تحليل ولا اي حاجة اهو كلام بيدال فكلمنا على فيتامين دال ونقصه يا دكتور ايه الامراض المسببة ليه؟ هو من الاعراض الواضحة لنقص فيتامين دال بتلاقي تصحي من النوم كده تلاقي مش واخدة راحتك في النوم حاسة انك ما اخدتيش راحتك في النوم جسمك مكسر عضلاتك مكسرة فيه اجهاد وهبوط تعب من اقل مجهود تساقط الشعر من ضمن الاعراض الواضحة جدا ليه تساقط الشعر لنقص فيتامين دال برضو كمان المناعة يعني الناس بتتعب في الشتاء اكتر من الصيف عشان عدم التعرض للشمس فنقص فيتامين دال بيبقى واضح جدا فالمناعة بتبقى ضعيفة جدا في عز كورونا كان رقم واحد دايما فيتامين دال اللي احنا مفتنين به ففيتامين دال لا واكيد حاجة مهمة غير اهميته طبعا ليه؟ مكافحة هشاشة العظام حاجة بتبني العظام مع الكالسيوم وكمان المغانسيوم مع فيتامين كي تو كل الحاجات دي هي الاسمنت او المواد الخام للعظام بتاعتنا فالوقاية من هشاشة العظام اكيد محتاجة فيتامين دال وخاصة لو كلامنا عن السيدات بعد كمان بعد سن التلاتين وكل ما السيدة بتكبر كل ما بتحتاج حاجة اوي عظامها تمنع هشاشة العظام وخاصة كمان بعد انقطاع التمصف أساسي لازم هتبقى محتاجة كالسيوم وفيتامين دال وفيتامين كي تو مهم جدا برضو والمغانسيوم الحاجات دي هامة جدا للسيدات في السن ده فلازم نحل طبعا فيتامين دال عشان تجاوز الجرعة بتاعته مش حاجة كويسة يعني احنا لازم نكون فاهمين ان الفيتامينات اللي بتدوب في الدهن غير الفيتامينات اللي بتدوب في المية الفيتامينات اللي بتدوب في الدهن زي فيتامين دال فيتامين اي فيتامين الف فيتامين كي الحاجات دي بتدوب في الدهن فالزيادة فيها بتترصب في الكبد فطبعا بتبقى في منطقة الخطورة بحصل فيها سمية فعشان كده ما ينفعش ناخد فيتامين ده العمال على بطال بدون تحليل لازم نعرف منسبة قد ايه والجرعة السليمة المناسبة لهذا التحليل بحيث انك لو اخدت الجرعة صح في فترة زمنية محددة ما هيبقاش فيه اي ضرر وبعد كده نوقف بقى نوقف خلاص هي فترة زمنية سواء ثلاث شهور شهرين على حسب ما الطبيب بيكتب كده احنا في الامان طب احنا نسبة فيتامين ده الكويسة عندنا هناخد زيادة هيترصب في الكبد هيعمل لنا مشاكل هيعمل سمية في جسمنا هتبقى الاثاري الجانبية بتاع الزيادة اسوأ بكتير جدا من الاعراض بتاع نقص فيتامين ده طيب بنسمع كتير قوي يا دكتور عن الكولوجين واهميته وعند الستات فكلمنا اكتر علي يا دكتور بعد سن الثلاثين جسمنا بيبدأ يقل انتاج الكولوجين فيه فبالطبيعي لازم بنحتاج الكولوجين سواء للبشرة لصحة العنين حتى للشعر وتطويل الشعر للمفاصل الخشونة معظم الناس او كل الناس اللي عندهم خشونة في المفاصل بيكتبوا دايما اطباء العزام بيكتبوا لهم نوع كولوجين كويس بس غالبا انواع الكولوجين اللي بتشتغل على المفاصل أكتر بتبقى الكولوجين البأري الحيواني انما الكولوجين اللي بيشتغل على البشرة ونظارة البشرة وجمال البشرة والوقايا من التجاعيد والوقايا حتى من الهالات السودة بيبقى الكولاجين البحري المارين الكولاجين ليه لأن المارين كولاجين بيبقى الجزيئات بتاعته صغيرة فسهل إن هي توصل لخلايا البشرة إنما الكولاجين البقري أو الحيواني بتبقى الجزيئات أكبر فما بتوصلش الخلايا البشرة بالقدر الكافي بس إحنا برضو بنقول للناس اللي بيبني شبكة الكولاجين في جسمنا حمض الهيلورونيك فدايما لما تيجي تختاري نوع كولاجين للبشرة كويس عشان تستفيدي منه أكتر شوفي في التركيبة بتاعته يكون معاه كمان حمض الهيلورونيك أسد حمض الهيلورونيك مع المارين كولاجين لتنين دول مع بعض هيدو نضارة للبشرة حتى بيفرقوا كمان في ملء الوجه الستات اللي بتبقى مثلا عاملة دايت وشها خاسس شوية عايزة حاجة تدي لوشها يعني ترد وشها زي ما بنقول الكولاجين هيبقى من الحاجات المفيدة جدا لما تاخد كولاجين مع حمض الهيلورونيك مع بعض لأ هيفرق جامد جدا فيه وشك فيه شعرك فيه كمان المفاصل بتاعتك وحتى بعد سن الثلاثين خلاص معظم الستات من كتر بعد الحمل والرضاعة والكلام دا بتلاقي حتى المفاصل بتاعتهم بدأت بدأت حصلها مشاكت شوية مشاكت والنكد والله فتستفيد بقى ان انت تحاولي يبقى فيه وقاية من الكلام بقى ان احنا ناخد نوع كلاجين كويس ما هيبقاش منه ضرر لو حنستعمله مثلا ترد شوهون الريح شوية ونستعمله تاني مفيش منه اي ضرر بس حيفيد حيفيد جسمك بصفحة عما اكيد يعني واهتموا بشكلكو واهتموا بشعرك وبشرتكو لان هو ده الاخر المراية اللي انت هتبصي فيه على نفسك وتشوفي لو لقيت شكلي كويس بالرغم من كل الضغوطات والمشاكل هتقدر تكمل حياتك وتبقى مبسوطة فعلا في حياتك بشكرك يا دكتور شكرا جزيلا لأسف فقرتنا خلصت على وعد ان شاء الله من حضرتك بلقاء اخر ان شاء الله في حلقات جاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا بنشكر دكتور باهر السعيد الدكتور الصيدالي اللي نورنا النهاردة وطبعا امتعنا الحقيقة بمعلوماته المفيدة تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل افكم معا ورجعنا لكم بعد الفاصل وكلامنا دلوقتي لكل الناس حبيبنا اللي عايزة تنزل في الوزن اللي عايزة تخس بشكل صحي دايما اوقات كتيرة قوي الاقي حد مسلا يكلمني يقول يا دكتور حنان انا عملت اللي ما يعمل عشان اخس وانزل في الوزن وما بنزلش يوم لما اطمع زم قوي وانزل يعني في الوزن واخس ممكن انزل خمسة كيلو في شهر انزل مثلا ستة سبعة كيلو في شهرين يعني الحقيقة بسمع يا جماعة وإيه وخلوا بالكو الناس اللي بتنزل ستة وسبعة كيلو في شهرين دول بيبقوا حارمين نفسهم تماما من الاكل بتبقى عايشة معاناة انا حلويات مش هاكل انا عيش مش هاكل روس مش وكلة مقارونا مش وكلة فبيبقى عندها مشكلة يا جماعة كبيرة جدا في الاكل انا حرمة نفسي من الاكل انا ما بقولش كتير ومع ذلك تنزل في الوزن خمسة كيلو في شهرين وتقول لي ده كده انا حرمة نفسي وده اقصى حاجة يعني اقصى وزن وصلت له او اقصى نزول في الوزن خمسة كيلو في الشهرين فطبعا يا جماعة الحرمان دايما بقول الحرمان من الاكل مش حل نهائي لكل الناس اللي عايزة تخس يعني ماينفعش ابقى عايز انزل في الوزن فانا هفضل 3-4 ايام اكل كميات صغيرة علشان اخس غلط مش هتخسي انا بجيب لك من الاخر طب ايه اللي هينزلني في الوزن اللي هينزلني في الوزن ان انا لازم ادي الجسم مواد تعلي معدل الحرق عندي اللي فيه مشكلة اللي مش بيخليني انزل في الوزن وكمان تقفل معايا الشهية الكفتين دول بمجرد ان هم هيبقوا مزبوطين انت كده هتنزلي في الشهر 10 كيلو على الاقل طب صعبة على فكرة مش سهلة يعني صعبة ان انا اقفل الشهية وان انا ازود معدل الحرق اللي اتنين في وقت واحد طب ايه اللي هيحقق لي ده؟ اللي هيحقق لي ده حاجة واحدة بس كورس الاناسيليم كورس الاناسيليم هو الوحيد في مصر اللي هيقدر يحقق معاك الكفتين هيعلي معاك معدل حرق الجسم للدهون وهيسد معاك الشهية طب ايه المواد اللي هتعلي معايا حرق الجسم للدهون في كورس الاناسيليم؟ الاهوة الخضرة الجارسينيا كامبوجيا عندي الكوروميام عندي المستخلص الشاي الاخضر عندي فيتامين دال كل الحاجات دي هتعلي معايا معدل الحرق طب ايه الحاجات اللي هتسد معايا الشهية؟ قشور السيام رقم واحد اللي هي بديل بلون المعدة بعمل بلونة مؤقتة من قشور السيام جوه المعدة بتفضل معايا 24 ساعة يبقى انا عملت قفلت الشهية دي رقم واحد طب ايه تاني ممكن يفل معايا الشهية؟ مستخلص الجرافروت اللي موجود في كورس الاناسيليم بالتحديد كابسولات الفانل كمان مستخلص الاناناس موجود في كابسولات الفانل برضو يسد معايا الشهية يبقى انا كده حققت المعدلة الصعبة اني قفلت الشهية رفعت معدل الحر هنزل في الشهر الواحد عشرة كيلو تمام؟ اقل حاجة ده الحد الادنى فيه ناس بتنزل معنا 12 كيلو في الشهر فيه ناس بتنزل معنا 15 كيلو في الشهر طيب انا دلوقتي لما ايجي انزل في الوزن واوصل للوزن المثالي انا عايزة ان انا نزلت 10 كيلو نزلت 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو انا عايزة اوصل للوزن المثالي ولما أوقف كورس الأناسيليم مرجعش أزيد في الوزن ودي نقطة مهمة جدا عشان فيه ناس تقول لي أنا خسيت 20 كيلو وبعد ما وقفت استخدام أي منتج ما هي كانت ماشية عليه لقيت نفس رجعتهم 25 كيلو كنت بادي 80 كيلو خدت مثلا الكورس بقيت 60 كيلو مثلا أو بقيت 60 كيلو بعد ما وصلت عدت لـ 60 كيلو أسبوعين ثلاثة لقيت نفسي عمالة زيد دلوقتي في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دلوقتي أنا 90 كيلو فكده أه خسيت 20 كيلو بس رجعتهم 30 كيلو طب ليه بقى بيحصل كده اللي بيحصل يا جماعة أننا الحاجات اللي أنتو بتبقوا ماشيين عليها ولما بتوقفوها بترجعوا تزيدوا في الوزن ده بيبقى فيها مادة اسمها سيبوترامين المادة دي خطر جدا واتمنعت من منظمة الدواء والغذاء العالمية اللي هي الـ FDA فعشان كده يا جماعة عشان فيه ناس تقول لي هل كورس الأناسليام في مادة السيبوترامين إطلاق كورس الأناسليام ما فيهوش أي مواد كيميائية كورس الأناسليام بالكامل مواد طبيعية 100% بتقدر إن هي تنزلك في الوزن من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد كمان تقدر تقوي جدا صحة الجهاز المناعي كمان تقدر تحافظ على صحة شعري وبشرتي طب خلوني أتكلم معيكو على كورس الأناسليام وهو بيكون من إيه؟ هو بيكون من خمس منتجات خلوني أتكلم على المنتج الأولاني معيكو وهو كابسولات الأناسليام وده أقوى منتج موجود في الكورس كابسولات الأناسليام هو ده بديل بلون المعدة اللي هو بديل عملية التكميم بديل عملية بلون المعدة اللي بتدفع لها آلاف الجنيهات في أي مستشفى أنا بعملها لكم وإنتوا قاعدين في البيت قدام التلفزيون طيب تعالوا نشوف مع بعض كيفية تحضير بلون المعدة وإنتوا قاعدين قدامنا بتتفرجوا على التلفزيون وإنتوا قاعدين في البيت إزاي بعمل بلون المعدة بتغذي كابسولة الأناسليام أول ما تصحي الصبح قبل الفطار بنص ساعة وبعدين بنشرب كبايتين من المية بعدها على طول طيب نقطة مهمة جدا أنا دلوقتي أخدت كابسولة الأناسليام إيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل الكابسولة هتنزل أول ما تنزل تنزل في المعدة شربت كبايتين مية تفضل الكابسولة تنفش في المعدة تخرج إيه؟ قشور السليام قشور السليام دي عبارة عن إيه؟ ألياف طبيعية مية في المية موجودة في الخضار والفكة الألياف دي لها قدرة هايلة إن هي تمتص المية اللي انت شربتيه عليكو ببيتين المية اللي بنقول عليهم هتمتصهم وتعمل لي بلونة البلونة دي جوه المعدة وطالما حطينا بلونة جوه المعدة يبقى ضماني مليون في المية إن انت الشهية بتاعتك هتقل بنسبة 90% هيتبقى لي 10% بس من الشهية هي دي اللي أنا هاكل بيهم الأكل اللي هو يدوب يعني يعيشني كده ويدوب أكمل بيه اليوم بتاعي طيب أنا أكلت كمية أكل صغيرة إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الجسم محتاج طاقة أنا عايز طاقة عشان الجسم يقولك أنا عايز طاقة علشان أقدر أخليكي تتنفسي أنا عايز طاقة عشان أقدر أخليكي تتحركي أنا عايز طاقة عشان أقدر أخليكي تنزل الشغل طب هجيب الطاقة دي منين؟ من حر الدهون اللي عملالك السمنة اللي انتي بتعاني منها فالجسم يقعد يحرق في الدهون المتخزنة في الجسم فبالتالي عشان يطلع الطاقة فبالتالي بتخسي بشكل صحي مع كورس الأناسية طب كابسولات الأناسيليم يا جماعة مش بس فيها قشور السيليم لأنا كمان عندي جوة كابسولة مستخلص الأهواء الخضرة اللي بيرفع عندي معدل حر الجسم للدهون عندي كمان مستخلص التوت البري التوت البري من أكتر الحاجات يا جماعة اللي بتزود معدل حر الجسم للدهون أربع مرات معدل حر الطبيعي فعشان كده دايما بقول لكم يا جماعة أنه أنا لو أنا هعلي معدل حر الجسم أربع مرات معناها إيه؟ معناها أنه أنه لو أنت بدي الكورس معايا حرق أربعة هتاخذي كابسولة الأناسيليم هيبقى حرق 16 خلاص؟ طب بدي الكورس معايا حرق 3 يبقى هتاخذي كابسولة الأناسيليم هيبقى حرق 12 أنتم متخيلين يا جماعة؟ يعني أنا من حرق 3 خليته 12 من حرق أربعة خليته 16 يبقى أنا زودت أكتر من أربع مرات معدل الحرق وطول ما أنا حرقي شغال طول ما أنا الدهون اللي في جسمي دي هتتكسر وتطلع برا الجسم هخس بشكل صحي ودي النقطة اللي أنا عايزاه أن أنا عايزة أخس بشكل صحي عايزة أخس من غير ما يحصلني المشاكل في شعري من غير ما شعري يقع دايما بس معناس تقولي إيه يا جماعة؟ أنا عندي مشكلة يا دكتور حني أنا نزلت ووصلت للوزن المثالي بس عندي مشكلة إن أنا باجي أسرح شعري ألاقي شعري كله وقع في الفرشة أاجي أخس شعري ألاقي شعري كله وقع في البني وفي الغسيل أاجي أقوم من على الكرسي اللي أنا قاعدة عليه أحس إنها يغم علي أاجي أبص النفسي في المراية أحس إن أنا عاجزت 30 سنة عن سني الأساسي كل اللي أنا قلته ده مضاعفات عملية التخسيس بشكل غير صحي لو خسيتي بشكل غير صحي هيحصل لي كل المشاكل اللي أنا قلتها دي لكن معانا هتخسي بشكل صحي وهتنزلي كمان في الشهر من 10 ل 15 كيلو في الشهر الوحي من غير مشاعرك يقع بالعكس شعرك هيتحسن ويتقل عشان عندي مستخلص الأهوة الخضرة وفيتامين دال معايا في الكرس هيقويل الشعر وكمان يحسني من التساقط بتاعه هيتققله طب عندي بالنسبة لبشريتي بشريتي فيها مشكلة ان انا لما باجي اخس بلاقي بشريتي ترهلت او شكل يعجز هل معاكو هيحصل كده مع الكرس الأساسيليا مستحيل يحصل كده بالعكس انا بحافظ على صحة الجلب علشان معايا فيتامين دال معايا في الكرس بيشد الجلب بيحافظ جدا على الكولوجين اللي موجود في البشرة فبالتالي بيبقى شكل بشرتك حيوي وما يبقاش فيه عجز وما يبقاش فيه تجعيد طب حاجة تانية انا عندي كمان القهوة الخضرة من اكتر الحاجات المفيدة جدا للبشرة بتقوم التجعيد عندي كمان مستخلص التوت البري من اكتر الحاجات ده فيه حتى الكريمات بتتعمل بالتوت ليه لانه فيه مضادة اكسادة عالي جدا بيحسن من صحة بشرتك طيب بالنسبة الجهاز المناعة هل مع كورس الأسيليام لو خدته هلاقي الجهاز المناعي بتاعي مش احسن حاجة او هلاقيه ضعيف اطلاقا بالعكس ده كورس الأسيليام بيقوي جدا من جهاز المناعة ليه لان انا عندي قشور السيليام بتقوي المناعة مستخلص التوت البري بيقوي المناعة مستخلص القهوة الخضرة بيقوي المناعة الجارسينيا كامبوجيا بيقوي المناع فيتامين دال بيقوي المناع مستخلص الشاي الأخضر اللي موجود في كابسولات الفينل وموجود في كابسولات الأناسليم برضو بيقوي المناع فكل اللي أنا قلته ده ده ما فيش منه غير كلمة واحدة إن أنا بحوط الجسم بمنتج بيخصص من 10 كيلو و 15 كيلو في الشهر الواحد رجالة 6 أطفال بيقوي المناع بتاعتكو بحس من شكلنا ودي نقطة مهمة جدا وخصوصا للسيدات طيب هل بقى للناس اللي تتفرج علينا دلوقتي تقولك ايه طب دي بتتكلم كلام شكلها كده هدفع مبلغ وقدره عشان أشتري كورس الأناسليم أنا عايزة أقولكم إن احنا معينا النهاردة 3 عروض أحلى من بعض بصراحة العروض حلوة جدا تحفة معينا أول عرض كابسولات الأناسليم عليها خصم 40% ده كورس مدة شهر وكمان بتاخدوا هدئتين كابسولات فيتامين دال وكريم البشرة كمان معينا العرض التاني كورس لمدة شهرين بتاخدوا كابسولات الأناسليم وكابسولات القهوة الخضرة بنص سعرها وكمان معينا هدئتين كابسولات فيتامين دال وكريم شد التراهولات والعرض التالت المفاجأة الخطير بقى الجبار اللي مافيش بعده يعني أتحدى إن أي منتج يكون عليه عرض أكتر من خصم السبعين في المية اللي عملوا كورس الأناسليم لمدة ثلاث شهور خصم سبعين في المية على كابسولات الأناسليم وكابسولات الأهوة الخضرة وكمان كابسولات الفينيل بتاخدوا هدئتين بناخد كريم شد التراهولات وكابسولات فيتامين دال لو اتصلتوا دلوقتي على الأرقام اللي زهرة قدامكم على الشاشة هتاخدوا العروض بتاعتنا ودي لأول ميت متصل بس نفس كمان الأرقام عليها واتساب تقدروا تبعثوا على الواتساب للأرقام وطبعا صفحة الفيسبوك اللي قدام حضراتكم على الشاشة تقدروا ان انتوا من خلالها كمان تطلبوا كورس الأناسية خلوني بس في البداية كده برضو عايزة اتكلم معاك وعلى موضوع مهم جدا وهو الناس اللي عندها القولون التقرحي الناس اللي عندها انتفاخات الناس اللي عندها جرسومة المعدة الناس اللي عندها مشاكل في المعدة والأمعاء وإمساك اللي بيحصل ايه يا جماعة الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي بصفة عامة بيبقى عندهم دايما المشاكل بسبب ان القولون ما بيبقاش متنظف كويس كمان كمان انه بيبقى فيه امساك الامساك المزمن اللي هو الكنستيباشن من اكتر المشاكل اللي بتولدلي مشاكل اكبر اللي هو ايه اللي هو تراكم السموم في الدم او تراكم السموم في الجسم بشكل عام انا بيجيلي امساك فمعنى كده ان السموم في جسمي ما تخلصش منها بيجي لي مشاكل في المعدة بيجي لي قولون بيجي لي جرسومة المعدة كل الكلام ده بيسبب لي مشاكل وهي تراكم السمون في الدم فأنا ببقى محتاجة حاجة تعالج لي المشكلة بتاعة الإمساك ده وهي كابسولات الأناسليم كابسولات الأناسليم يا جماعة فيها قشور السليم قشور السليم اللي بتعملي بديل بلون المعدة بتمفش في المعدة وتملى المعدة فبتخلي بتحسن حركة الجهاز الهضمي بشكل عام فبتعالج الإمساك ومفيدة جدا للناس اللي عندها إمساك علشان أغلب الناس اللي بتعمل دايت أو بتقلل فأكلها للأسف بيصابوا بالإمساك فعشان كده بقول لكم كابسولات الأناسليم رائعة في علاج الإمساك رائعة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام عايز أقول لكم إن كابسولات الفينل من أكتر الحاجات اللي ليها ميزة حلوة قوي وهي تنظيف القولون العصبي تنظيف القولون العصبي عشان أقلل السموم اللي موجودة في الجسم وبالتالي أزود المناعة بتاعتي مين اللي بيعمل كده كابسولات الفينل علشان بيبقى فيها الجورسينيا كامبوجيا بتقدر إن هي تعالج يا جماعة بشكل كبير جدا وتنظف القولون العصبي دي نقطة مهمة جدا طيب عايز أكلمكم كمان بالنسبة لكابسولات الأنسليم أما بيجي أخدها أخدها إزاي وأخدها إمتى عشان دي نقطة مهمة أما بيجي بكتب ليه حالتنا الجمال على كورس الأنسليم بالنسبة للموعيد ركزوا معايا بقى عشان كلام اللي هقولوا ده مهمة قوي أنا هصحى الصبح أول ما نصحى نقول بسم الله أحمد الرحيم كده عايزاكوا تاخدوا كابسولة الأنسليم قبل الفطار بنص ساعة معاها كبايتين مية مهمة قوي يا جماعة المية بعد كابسولة الأنسليم عشان أعمل بلونة المعدة جوه المعدة من قشور السليم زي ما قلتلكم وبقول كتير إن كابسولة الأنسليم عبارة عن ألياف طبيعية اللي هي قشور السليم لما بشرب معاها مية يا جماعة بتعملي بلونة جوه المعدة البلونة دي مؤقتة بتفضل معايا قد إيه؟ بتفضل معايا 24 ساعة يعني خلال اليوم طيب إيه فايدة البلونة دي يا جماعة؟ البلونة دي لها فايدة مهمة جدا إن هي بتاخد حيس كبير من المعدة وبيتبقالي حيس صغير يعني تخيالوا هاي دي بلونة المعدة اللي عاملها من قشور السليم من كابسولة الأنسليم اتبقالي فوق كده حيس صغير جدا من المعدة هو ده اللي فاضي هو ده اللي أنا بدخله الأكل يا جماعة فبيبقى كمية قليلة بدل ما أنا باكل هرم من الرز والمكارونة والمحشي والفراخ المحمرة والسمك المقلي والكلام ده كله أنا هاخد معلقتين تلاتة وشكرا على كده أنا شبعت ليه؟ لأن فيه قردي عندي في المعدة بتاعتي بلونة الألياف بلونة قشور السليم واخد حيس من المعدة فبالتالي معلقتين تلاتة هلاقي نفسي شبعت وده اللي أنا عايزة وصله طب إيه اللي فيها؟ لو أنا أكلت قليل إيه اللي هيحصل لي؟ اللي هيحصل إني ما فيش مفر إن أنت لازم هتخسي إنتي بتدخلي الجسم كمية قليلة من الأكل الجسم عايز ينتق طاقة فيبتدي يحرق من الدهون المتخزنة اللي عاملالك السمنة فبالتالي تخسي بسرعة جدا وده السبب إن كورس الأنسليم هو الوحيد اللي في مصر بيخسس من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الوحد طيب ده بالنسبة لكابسولة الأنسليم كابسولة الأنسليم كمان يا جماعة بيبقى فيها مستخلص التوت البري وده بيزود لك الحرق يعني هتاخذي كابسولة الأنسليم مستخلص التوت البري لجوة الكابسولة هيزود الحرق أربع مرات معدل الحرق الطبيعي لو إنتي حرقك أربعة بكابسولة الاناسيليم هيبحرق 16 لو انت حرقك 5 بكابسولة الاناسيليم هيبحرقك 20 وده اللي انا عايز اوصله كل ما بزود معدل حرق الجسم كل ما الجسم يحرق دهون اكتر كل ما خس بشكل سريع ودي نقطة مهمة طيب بالنسبة ليه كمان كابسولات الاناسيليم فيها كمان مستخلص الشاي الاخضر الشاي الاخضر وانا لابسة اخضر وان شاء الله ربنا يخلي حياتنا كلها خضرة كده مستخلص الشاي الاخضر يا جماعة من اكتر الحاجات اللي بتقوي المناعة وفي نفس الوقت كمان بتزود معدل الحرق عشان كده يا جماعة في ناس كتير تقولي هو الشاي الاخضر يا دكتور حنان بيخصص اه بيخصص بس الشاي الاخضر مهما شربتيها تشرب كم كباية في اليوم 5-6 كباية في اليوم هيبقى في الاخر مش هيدي نفس تأثير كابسولة الاناسيليم ولا 1% لان كابسولة الاناسيليم فيها مستخلص مركز من الشاي الاخضر يعني معدل بكت كامل من الشاي الاخضر موجود في الكابسول في جزء من الكابسول فعشان كده بيرفع جدا من معدل حرق الجسم للدهون وده اللي انا عايزة اعمله اني اخس بشكل سريع ان نخلي الجسم يحرق بشكل سريع بصورة طبيعية طيب ندخل على المنتج التاني بس معنا لينا يا لينا ايوه ازايك يا دكتور حنان عاملة ايه؟ ازايك يا حبيبتي عاملة ايه؟ عاملة ايه يا لينا؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ الحمد لله بتكلمينا من فين؟ قاهرة اهلا بيك يا حبيبتي اهلا بيكي وليه؟ حدث انا عايزة بس اقول على حاجة كده عايزة اشوف هل ده هيبقى مناسبة طبع ايوه في المدرسة دلوقتي وخلاص انت عارفة في دون المدارس ده خلاص كل بروح طبعا هو رافض ينزل للمدرسة بسبب وزنه يا حبيبي اه يعني كل ما ايجي اتكلم معي طب عادي اكيد ليك زمال كتير كده لا يا مامي بيتنمره عليك في الكلاس مش عايد يا حبيبي هو عمره كم سنة يا لينا؟ اتناشر اتناشر سنة وهو وزنه قد ايه؟ وزنه دلوقتي حاجة وتمانين يا حبيبي اه لا طبعا فيه سمنة كبيرة طيب انا عايزة انا بس عايزة اقولك هو وراوسة يعني هو بابا لسه كنت عايزة اسألك اه بالضبط بس هي الفكرة احنا لو نقدر ان احنا نعمل اي حاجة تنزل في الوزن شوية بما انه لسه تضير لو الكورس ده يجيب معه السكسي كوانس ممكن اجيبه ان شاء الله طبعا طبعا يا لينا انا بس عايزة اسألك على حاجة مهمة جدا هو الوزنه تقريبا حاجة وتمانين زي ما انت بتقولي هل هو بيأكل كتير يا لينا؟ يعني دي بقى النقطة مهمة لان الاكل بالنسبة للاطفال انا لازم يعني اعالجها بشكل تاني مختلف عن الكبار فهو عنده شهية عالية بيأكل حلويات قطة بيأكل اكل من بره كتير جدا يعني على طول ما اكل حاجات التفاصيل اللي عرفها دي اكل بره كله طبعا طبعا فده بنزل وبيعمل مشكلة طب بوصي بقى انا عايزة منك يا لينا حاجتين هطلب منك حاجتين اول حاجة احنا لازم لازم ودايما بقول وبعيدها وبقرارها كزا مرة انه يا جماعة السمنة عند الاطفال احنا بنعالجها يعني احنا كده كترة بنعالجها بشكل مختلف من لما بنعالج السمنة عند الكبار ليه علشان الطفل يا جماعة ما بيبقاش فاهم الطفل ده بيبقى متلخبط يعني هو عايز يخس بس في نفس الوقت عايز يأكل هو عايز ينزل في الوزن اه بس في نفس الوقت عايز يأكل حلويات مع اصحابه عايز يأكل كل الاكلات اللي بتجيله عايز يخس زي ما بنقول كده من غير مجهود ومن غير اي حي فدايما بقول ان السمنة عند الاطفال حلها كلمة واحدة سد الشهية احنا الكبار لو عندنا سمنة انا ممكن احرم نفسي شوية ممكن امنع نفسي من اكلات معينة عارفة ان هي بتزودني في الوزن في سبيل النخص الطفل ما بيعملش كده لانه مش فاهم كده فلازم علشان اخسس اي طفل عنده سمنة لازم يا جماعة اصد معي الشهية طب اصد الشهية ازاي؟ رقم واحد قشور السيم دي ما فيهاش كلام قشور السيم رقم اتنين الجارسينيا كامبوجيا والجريفروت والاناناس التلاتة مع بعض يبقى كده يا لينا هناخد مع ابنك كابسولات الاناسيليم وكابسولات الفينل الاتنين دول كافين جدا ينزلوا السمنة عند ابنك هتاخذي كورس لمدة شهرين وتكلميني بعد الشهرين وطبعا هيبقى معيكي متابعة يا لينا مع الدكاترة مرة كل اسبوع ويا ريت الدكتور اللي هتاخذي منه الكورس دلوقتي بعدم حولك على الفريق الطبي يكلم ابنك مباشرة بلاش انتي اللي تتابعي معي انا عايزة التواصل ما بين ابنك وما بين الدكتور عشان بيسأله اسئلة معينة هو بس اللي هيجاوب عليها طيب طبعا قبل ما نطلع فاصل سريع لينا حولك على الفريق الطبي هتاخذي كورس الشهرين اللي عليه النهاردة خصمي 50% زائد الهديتين كابسولات فيتامين دال وكمان كريم شد التراهولات تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعد الفاصل افكوا معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل وحب طبعا اوجه كلام لكل حبايبنا اللي لسه فاتحين دلوقتي التلفزيون عايزين اي سؤال اي دكتور من الدكتور بتاعنا من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة تقدروا تكلمهم دلوقتي على اي رقم من الست ارقام كمان ممكن تبعتونهم على الواتساب على نفس الارقام وطبعا صفحات الفيسبوك تقدروا تتواصلوا كمان من خلالها مع الدكتورة تسألوهم لو عايزين تخسوا لو عايزين تزيدوا في الوزن لو عايزين تهتموا ببشرتكم كل حاجة متاحة مع الدكتورة بنوفر عليكم فلوس الفيزيتة بتاعة الدكتور انك تروحيلوا لحد العيادة وتدفعي فلوس كل ده بيتم من خلال الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة وطبعا زي ما بأكد دايما الفريق الطبي كلهم من اولهم لاخيرهم دكتورة بيرشحوا لكم الحلول المناسبة وبيعالجوكم بشكل طبعا طبي 100% طيب عايزة بس افكركم ان كل الناس اللي عايزة تنزل في الوزن كل الناس اللي عايزة تخس في اسرع وقت كورس الاناسيليم هو الاختيار الامثل بالنسبة لكم والكورس رقم واحد في مصر ملوش اي منافس ملوش اي حاجة شبهه حتى مش حاجة بتنفسه لا هي حاجة شبهه كورس الاناسيليم هو اللي بينزل في الوزن من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد لكل الناس كمان بالكامل مرخص من وزارة الصحة المصرية زي ما اتكلمنا على مكوناته كابسولات الاناسيليم كابسولات الاهواء الخضرة وكمان كابسولات الفنل وابتاخدوا الهدايا بتاعته كابسولات فيتامين دال مع كريم شد الترهولات ترخيص وزارة الصحة المصرية قدام حضراتكو على الشاشة كمان عايزة اقول لكم انه النهاردة فيه خصومات رائعة معانا الخصم الاولاني خصم 40% على كابسولات الاناسيليم ومعانا هديتين كريم البشرة وكمان كابسولات فيتامين دال معانا كورس الشهرين عليه خصم 50% بتاخدوا كابسولات الاناسيليم بنص سعرها وكابسولات الاهواء الخضرة كمان بنص سعرها ومعانا هديتين كابسولات فيتامين دال وكريم شد الترهولات ومعانا العرض التالت ده العرض بقى المفاجأة خصم 70% يعني اعتقد ان ما فيش خصم اكتر من 70% في اي كورس في مصر يعني خصم 70% على كورس الاناسيليم لأول ميت متصل بس وكمان معانا هديتين كريم شد الترهولات مع كابسولات فيتامين دال تعالوا نشوف مع بعض معلوماتنا النهاردة بتقول ايه المعلومة المغلوطة بتقول ان المضاد الحيوي يقضي على البرد فيها جماعة بقى يعني زي ما بنقول ايه مقولة خاطئة وشائعة الاتنين في نفس الوقت يقولك ان انا اول ما حس بشوية برد اجري على طول اخذ مضادة حيوي هل الكلام ده صح؟ لا يا جماعة الكلام ده غلط تماما المضادة الحيوي ما بيتخذش الا في حالات معينة هقولكو عليها الناس اللي عندها رشح الناس اللي عندها برد الناس اللي عندها احتقام في الزور ما تاخدش مضادة حيوي طب امال تاخد ايه دكتورة حنان تاخد فيتامين سي تاخد فيتامين دال وتاخد زينك ليه لان ده دور عدوة فيروسية فيروسية المضادة الحيوي يا جماعة بيشتغل على العدوى البكتيرية فقط يعني بناخده امتى بناخده لو حسينا بدرجة الحرارة اعلى من 39 درجة 3940 او ساعتها تبقى عدوى بكتيرية اجري على طول اخذ المضاد الحيوي حالة تانية بناخد فيها المضاد الحيوي لما يبقى فيه تضخم في اللوزتين اللي هي هنا بيبقى فيه تضخم او حاجة اسمها تونسلايتس يعني بيبقى اللوز عندي ملتهبة جدا لدرجة ان هي عاملة تضخم ساعتها اخذ مضاد حيوي لان ده هيكون عدوى بكتيرية غير كده يا جماعة انا باخد فيتامين سي باخد زينك باخد فيتامين دال عشان اخلي منعة الجسم تشتغل وتقضي على العدوى الفيروسية فالمضاد الحيوي مع الرشح والبرد ده حاجة مش كويسة بيطول مدة التعب طيب نرجع بقى لكورس الاناسيليم زي ما قلتلكم يا جماعة انه فيه ناس كتيرة جدا تقولي طب يا دكتور حنان لو انا لسه ولدة وزدت في الوزن هل ينفع معي كورس الاناسيليم ينفع لو انا باخد مثلا مضادات اكتئاب او اخدت كورتيزون وزدت في الوزن هينفع اخد كورس الاناسيليم يخسسني ينفع لو انا مريض الضغط او مريضة سكر او باخد دواء لعلاج العظم او دواء لعلاج الغدة ينفع معي ينفع لو انا عندي قولون عصبي او عندي القولون التقرحي او عندي جرسومة معدى او عندي مشاكل في المعدة أو الأمعاء هل ينفع معايا كورس الأناسليام ويخسسني؟ ينفع فبنقول إن كورس الأناسليام ينفع يا جماعة لكل الفئات لكل الناس للأطفال من سن 12 سنة فما فوق وبيقدر ينزل في الوزن من 10 كيلو ل 15 كيلو في الشهر الواحد أخدت كورس الثلاث شهور أقل حاجة هتنزلوها في الوزن 30 كيلو أخدت كورس الشهرين أقل حاجة هتنزلوها في الوزن 20 كيلو أخدت كورس الشهر أقل حاجة هتنزلوها في الوزن 10 كيلو وما تنسوش المتابعة مع إلدكاترا متابعة مهمة جدا مرة كل أسبوع متابعة مجانية والأرقام بتاعة إلدكاترا قدام حضراتكو على الشاشة 6 أرقام تقدروا أن أنتوا تتواصلوا بيهم مع إلدكاترا موجودين معيكم 24 ساعة 7 ايام في الأسبوع حتى يوم الجمعة تعالوا مع بعض بقى نتكلم على الناس اللي بتعيني من النحافة فيه ناس تقولي أنا كلت كل حاجة أنا باكل مفتاة أنا باكل حلويات أنا باكل رز باكل عيش باكل مقارونا باكل حاجات كتير قوي وللأسف يا دكتورة حنان أنا عندي مشكلة أن أنا ما بتخنش ما بزيتش في الوزن طب يجي الحل الحل إيه؟ الحل الأرقس جين الأرقس جين هو مجموعة من الأحماض الأمينية والبروتينات وبروتين كازين اللبن والمالتو ديكسترين والزينك والحديد يقدر أن هو يزود في الوزن قد من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد طب إيه شكل الأرقس جين دا يا دكتورة حنان؟ أهو ودايما بنكتبه يا جماعة للناس اللي بتعيني من النحافة الشديدة من الأطفال من سن سنتين الناس كمان اللي عندها سوق التغذية الناس اللي عندها أنيميا الناس اللي عندها نقص حديد الناس اللي ضوافرها بتقع وشعرها بيقع أنا عندي أنيميا عندي بحس أن أنا همدانة وكسلانة تعمل تحليل فيتامين دا للأول اتأكدنا من أن التحليل مزبوط بناخد الأرقس جين يا جماعة دا بيزود في الوزن من 8 ل 10 كيلو في الشهر الواحد زائد بيعالج الأنيميا بيعالج سوق التغذية بيعالج نقص الحديد كمان بيقدر أنه يحسن جدا من صحة الشعر والبشر طب عبارة عن إيه الأرقس جين دا أنا عايزة أوريكم عبارة عن كيس زي ما أنتوا شايفين وكده أكياس الأرقس جين أكياس من دي طب الكيس دا بيعمل إيه المكونات بتاعته كلها هنا اللي أنا قلتها قدامكم اللي هي الحديد والزينك وفيتامين سي وفيتامين إي والبروتين كازين اللبن والمالتو ديكسترين ومجموعة البيرة من الأحماض الأمينية وبروتين كازين اللبن طيب بيعمل إيه؟ زي ما قلتلكم بيعالج نقص الحديد وبيعالج الأنيميا وبيزود في الوزن من 8 ل 10 كيلو هناخده إزاي؟ دا بقى السؤال المهم الأكياس بتاعت الأرقس جين بندوبها على كباية مية أو كباية لبن أو كباية عصير أي حجم التلاتة بتنفع وأنا جايبا لكم النهاردة التلاتة أهمت تنفع أدوبها على كباية اللبن زي ما أنتم شايفين تنفع كمان على كباية المية تنفع كمان على كباية عصير أي نوع من التلات مشروبات أقدر أدوب فيهم الأرقس جين الأرقس جين دا يا جماعة بطعم الشوكولاتة الأكياس دي بطعم الشوكولاتة فلو دودتها على اللبن بيبقى زي بالظبط لبن الشوكولاتة اللي موجود في الأسواق اللي الأطفال بتحبه جدا لو دودتها على المية بتبقى بطعم الشوكولاتة بيبقى طعمها حلو لو دودتها على العصير برضو بتبقى طعمها كويس يلا بينا أوريكم كده هذه أنا فتحت الكيسة هو نبتدي ندوبها على أنا عايز أوريكم ندوبها على كباية اللبن عشان أوريكم أنه هو بالظبط هيتلع زي لبن الشوكولاتة اللي موجود في الأسواق بس ده مليان فيتامينات مليان معادن مليان مضادات أكسادة ينفع عشان تقوية العيال الصغيرة يا جماعة من سن سنتين الناس اللي عندها أنيميا أو نقص في الحديد أو عندي سوق تغذية ابني ما بيكلش كويس أعمل إيه انقذين يا دكتور حنان هو ده الانقاذ يا جماعة هو ده مجموعة من الأحماض الأمنية ياريس يا جماعة تورو السادة المشاهدين زي ما انتوا شايفين أنا كده دوبت الأركس جيل على كوباية اللبن وشايفين لونه يا جماعة بالزبط زي اللبن الشوكولاتة اللي موجود في الأسواق نسخة ونفس الطعم زي ما بقولكو هو بطعم الشوكولاتة فالأطفال الصغيرين بيحبوه جدا وعايز أقولكو أن فيه أطفال تقولي كان عايز أشربه 3-4 مرات في اليوم بس احنا بنقول هو بيتشرب مرة واحدة يا جماعة بعد الفطار بس كل يوم ما نشربش أكتر من مرة لأنه فيه فيتامينات كتيرة جدا فبتبقى طبعا مناسبة لمرة واحدة فقط في اليوم تمام؟ ده أول حاجة طيب أنا ممكن كمان أدوب الأركس جيل مجموعة الفيتامينات دي عشان أقوي العضلات عشان أعالج الأنمية عشان أعالج سوق التغذية الأركس جيل فيه نسبة كبيرة جدا من الحديد جوه الأركس جيل البودر ده يا جماعة بودر سحر عبارة عن بودرة سحرية كلها فيتامينات كلها حديد كلها زنك كلها بروتين كازين اللبن كلها أحماض أمينية أساسية لبناء العضلات علاج السوق التغذية وأن أنا بزيد بشكل صحي عشان فيه ناس تقولي يا دكتور حنان أنا ممكن عشان أزيد في الوزن ممكن أكل مفتأة ممكن أكل مكارونات ممكن أكل حاجات محمرة كتير أنت آه هتزيد في الوزن بس المشكلة هتزودي الكوليسترول في الدم هتزودي الدهون في الدم هتبقي أكثر عرضة بعد الشر عليكم الإصابة بأمراض القلب والكبد الدهني وارتفاع الكوليسترول في الدم ودي حاجة احنا مش عايزينها احنا عايزين يزيد في الوزن بشكل صحي فده اللي احنا بنحققه مع الأركسجين طبعا زي ما انتوا شايفين ده كان عصير أي نوع من أنواع العصير ده كان عصير طفاح دوبت عليه عادي طعامه تحفة بيبقى حلو جدا عصير بورتقان ينفع أي نوع من أنواع العصير تمام ده تاني مشروب خلوني أدوب لكم بقى تالت مشروب مع المياه نفس الكيس أهو تمام ودي المكونات بتاعة الأركسجين زي ما انتوا شايفين بابتدي أفتح الكيس بالشكل ده وابتدي اننا أهي وابتدي يا جماع اننا أدوبه في المياه زي ما انتوا شايفين طبعاRAY انتوا شايفين البودرة زي ما انتوا شايفين كده لونها بني شوي زي ما قلت لكم وانها بطعم الشوكولاتة فبتبقى مع المياه بالشكل ده وابتدي بقى أقلب شايفين المشروب بقى مع المياه الشفافة لونه بني لأنه الطعم الشوكولاتة فطعمه حلو جدا يا جماعة رائع بالنسبة للأطفال ينفع يا جماعة للأطفال اللي عندها زي ما قلتلكوا عايزة تدخن اللي عندها نقص في الحديد أو أنيميا مناسب جدا من سن كم؟ من سن سنتين تمام؟ حاجة تانية كبار السن يا جماعة اللي بيبقى عندهم نقص حديد أو بيبقى بيلاقوا شوية صعوبة في الأكل يعني فيه ناس فوق السن 70-80 تقولك أنا عندي صعوبة في الأكل أنا بأكل بصعوبة ما بحبش الأكل مش عايز أكل فده مناسب جدا المشروب ده جماعة الأركس جين سواء كان متدوف في لبن أو متدوف في عصير أو متدوف في ميا بيبقى مناسب جدا لجرعة الفيتامينات وجرعة الحديد وجرعة الأحماض الأمينية الأساسية لأي حد حتى كبار السن اللي ما بيكلوش كويس ده بيبقى مناسب جدا بالنسبة لهم بناخد الكباية دي بنشربها بعد الفطار حتى لو فطار خفيف يعني بعد الفطار مباشرة الأركس جين المفاجأة اللي عندنا إنه عليه يا جماعة خصم 50% لو اتصلتوا دلوقتي على الأرقام اللي زهرة قدامكم على الشاشة واتصلتوا بدكات ريتنا هيدوكوا الأركس جين عليه خصم 50% هتاخدوا علبتين من دول علبتين وعليهم علبة كمان مجانا يعني هتاخدوا 3 علب من دول اللي هو ده خلوني حط لكم كده التلات علب دول لوحدهم كورس يا جماعة عليه خصم 50% تمام وعلبة كمان مجانا تلات علب عليهم خصم 50% وبتاخدوا العلبة التالتة مجانا وده بيكفيكم لمدة شهرين بيزود في الوزن من 18 كيلو في الشهر الواحد لو اتاخدوه شهرين يبقى هيزود معاكم في الوزن على الأقل خالص في الشهرين 16 كيلو زيادة في الوزن بشكل صحي بيعالج الأنيميا بيعالج نقص الحديد بيعالج سوء التغذية ينفع الأطفال من سن سنتين لحد كبار السن فما فوق طيب عايزة أتكلم معاكم برضو على كورس بينكي كورس بينكي يا جماعة رائع لأي عروسة بتجهز لنفسها عشان تتجوز ومش عايزة تجيب حاجات كتيرة كورس بينكي كافي تماما هتحطي الكورس بينكي ده على التسريحة وشكرا مش عايزين حياة كمان يعني عايزة أقول لكم كورس كامل متكامل لعلاج جميع مشاكل البشرة جميع مشاكل البشرة طيب تعالوا نشوف فيه ايه كورس بينكي زي ما انتوا شايفين كورس بينكي كذا منتج مع بعض هدفهم كلهم ان انا احصل على بشرة مثالية تعالوا نبدأ مع بعض نشوف ايه منتجات كورس بينكي طيب قبل ما ابدأ اي حاجة كورس بينكي يا جماعة بيتباع على مواقع التواصل الالكتروني بس احنا عندنا ميزة عند برنامج جوهيلفي وبس ان انتوا لو اتصلتم دلوقتي على الاقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة هتاخدوا كورس بينكي المنتجات اللي انتوا شايفينها دي كلها عليها خصم 40% يعني السعر عندنا اقل من السعر في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الصيدليات بنسبة كام بنسبة 40% عندنا احنا بس لو اتصلتم دلوقتي على الارقام عبارة عن ايه كورس بينكي كورس بينكي يا جماعة او بتاخدوا كمان الصابونة هدية خلوا بالكم كمان الصابونة دي بتكون هدية تعالوا نشوف مع بعض كورس بينكي عبارة عن ايه اول حاجة هو عبارة عن غسول بينكي الغسول ده بيرطب الوجه يا جماعة غسول بيجدد الخلايا بيشيل كل الشوايب والوساخة اللي بتبقى في الوش بنغسل بيه مرة الصبح ومرة بالليل لو مش في الامكان مرة بالليل بنغسل بيه مرة الصبح بس بيبقى كافي جدا طيب نيجي نتكلم على بعد ما غسلت وش الصبح بغسول بينكي هبتدي اعمل ايه هحط كريم التفتيح وده تحفة طبعا بس مش هتكلم عليه كتير لانه معظمكم عارفينه كريم التفتيح تحفة في ان انا بفتح لون الوجه بفتح لون البشرة ببيض بالبلد كده بتاعنا ببيض من جديد بكريم التفتيح بيعالج طبعا اي غمقان في الوش بيعالج السمار بيعالج بقع الشمس بيعالج الهالات السودة اي نوع من انواع الغمقان كريم بينكي بيقدر انه يعالجه تماما ويفتح لون البشرة حطينا كريم بينكي الصبح ببتدي ان انا انزل بقى شغلي وعمل كل اللي انا عايزاي يعني هما مش هحتاج منكم أكتر من ديها الصبح و ديها بالليل طب بالليل هعمل إيه؟ بالليل هنحط سيرم بينكي لعلاج التجعيد السيرم ده يا جماعة مليان هيالورونيك أسد إيه مادة الهايالورونيك أسد ديها دكتورة حنان؟ الهايالورونيك أسد هي هي نفس الفيلر مادة الفيلر اللي بتتحقم بحقن في الوش وتملى الوش وتخليه بقى فيه نضارة وحيوية وتعالج التجعيد نفسها بالضبط موجودة في سيرم بينكي مليان هيالورونيك أسد بتنقطوا على الوش بتفتحوا ممكن أوريكو برضو بتفتحوا سيرم بينكي ده يا جماعة أهو ده السيرم بنبتدي نفتح كده تمام؟ وبيبتدي أنقط على الوش أنا ممكن أجربه لكو على الأداء على فكرة أهو شايفين يا جماعة أنا حطيت نقطة أهو وهوريكو الفرق ما بين إيدي دي وإيدي التاني وأبتدي أدهن بقى بالشكل ده تمام؟ أنا ده هنته بصوا بقى الفرق أنا ما عملتش حاجة أنا لا استخدمت غسول لسه ولا استخدمت كريم تافتي أنا بس حطت السيرم قدامكم شايفين الإيد دي بتلمع إزاي؟ الإيد دي بفتحة إزاي؟ شايفين دي ما فيهاش حاجة فشايفين الفرق؟ حتى المخرج أستاذ أحمد بيقولي الفرق واضح جدا من عندي فزي ما أنتو شايفين السيرم رائع لعلاج التجعيد بيدي نظارة وحيوية تحفة للبشرة ده بندهنه بالليل قبل النوم طيب بالنسبة بقى ليه بس عايزة أكلمكم على السكراب ده شوفوا المنتجات كمية المنتجات ده مجموعة كاملة يا جماعة لعلاج كل مشاكل الوش يعني دي بس كافية ما تجيبوش حاجة تاني هي دي كافية لعلاج جميع مشاكل الوش السكراب بتاع بينك يا جماعة تحفة للناس اللي عايزة تجدد خلايا الوش عارفين لما الوش بفعل بقى لشقوق الحرة أو الفري راديكالز التدخين التلوس اللي في الوش بيبقى فيه زي طبقة كده أو الطبقة الخارجية من وشنا بتبقى ملوسة بتبقى مليانة شوايب مليانة حاجات مش كويسة رواصب عايزين نشيلها طب هنشيلها ازاي هنشيلها بسكراب بينكي سكراب بينكي هندهينه على وش مبلول بحركات دائرية هيجدد كل الخلايا بتاعة الوش زي ما بتقولي كده هتشيل الوش كده وتبدأ يتبقى منورة نضارة وحيوية السكراب ده بنعمله مرة واحدة في الأسبوع للبشرة العادية والبشرة الجفة بالنسبة ليه البشرة الدهنية بنعمله مرتين في الأسبوع طبعا الصابونة بتكون صابونة هدية على كورس بينكي طبعا خلوا بالكو الصابونة دي تفتيح الأماكن الغمأة بتاعة الكوع أو الرجبة كورس بينكي ده كله عليه خصم 40% ولو خدتوه مع الأركس جين أو مع كورس الأناسيليا للتخصيص اللي بينازل من 10 كيلو إلى 15 كيلو في الشهر هتاخدوا خصم 50% والصابونة هدية تقدروا دلوقتي تتصلوا بيدا كاترتنا وتسألهم على كل حاجة خاصة بالمنتجات من خلال الأرقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة وللأسف في وقت حلقتنا خلص ولكن كلامنا عن الرشاقة والسحة والجمال لسه مخلص تابعوني في الحلقات اللي جاية بشكركم جدا على حسن المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة